كانت وما زالت المنطقة العربية محط أنظار العالم طامعين مستعمريين أو راغبين مستثمرين لما تتمتع به من أهمية استراتيجية من حيث موقعها الجغرافي وثرواتها الهائلة وتأثيرها الدينية صراع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط ليس جديداً بل له جذور وثوابت تاريخية حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما عداها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها لسيما بعد ثورات الربيع العربي وبروز نسق إقليمي متعدد القوى إلى أنه يبقى قيد التشكل ومن ثم فهذه المرحلة تعد انتقالية لتشكل نسقاً إقليمياً جديداً من حيث شكل وطبيعة التفاعلات والتحالفات وموازين القوى النسبية بين مختلف الأطراف وبتلك التركيبة الجديدة أصبح الشرق الأوسط يشكل زخماً كبيراً لحروب أطراف عدة بعضها حروب بالوكالة علوة على ذلك فإن سياسات القوى الكبرى التي تهدف إلى الحفاظ على توازن القوى السائد في المنطقة أو تغييره إنما تحدده مصالح كل قوة من هذه القوى وهو ما يحتم على كل منها أن يكون لها حضور في أزمات المنطقة غياب الدور القيادي للدول العربية وضعفها منح القدرة للأطراف الإقليمية على طرح المبادرات والحلول أو فرضها بما يتلاءم مع مصالحها ويعزز من نفوذها في المنطقة كل هذه التغيرات والأحداث الإقليمية جاءت نتيجة تراكمات لأزمات عدة وجدت الحافزة المحلية بالدول الشرق أوسطية وحركها العالم الخارجي وبالتالي فهي نتيجة حتمية للتغيير في الاستراتيجيات الدولية ومما تجدر الإشارة إليه أن محور الصراع في أزمات ومشاكل المنطقة يعد في مجماله صراعا لقوى إقليمية غير عربية على أراضي عربية مما يثير التساؤلات عن غياب الدور العربي كقوة في إدارة أزمات الشرق الأوسط والقدرة على طرح الحلول والمبادرات وتسوية الصراعات في المنطقة مما أتح الفرصة لتمدد بعض الدول في المنطقة كإيران التي سعت لتوسيع نفوذها في سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول ويبدو أن صراع النفوذ يشير إلى استمراريته دون القدرة على حزم ملفات الفاعلين فيه أو انتهاء الصراع بحروب مباشرة بين مختلف القوى الإقليمية نتيجة التدخل المعقد للغاية لأطراف مختلفة الأهداف قد تجعل الصراع مستمرا ولكن بشكل ومضمون يحتم على الأطراف الإقليمية التفاوض وتبادل وجهات النظر وبالتالي إمكانية تقاسم النفوذ الإقليمي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر